وصفة التارت طبعا التارت احنا يعني عملناه كتير جدا جدا هعيده بسرعة وعملت منه قعدة جاهزة علشان لازم التارت لما يتعامل يبرد تماما ما يبقاش فيه اي نوع من انواع السخونية لما يجي استخدمه فانا عملته وبردته طب عملناه ازاي لعجينة التارت محتاجين واحد وربع كوباية من السكر الناعم مش البودرة يعني ناعم بس حبيبات ونعمة يعني 284 ملي من الكريمة او 250 ملي من الكريمة مش هتفرق كتير ربع يعني كيلو معلقة صغيرة من الفانيليا وممكن نحط سكر بودرة وممكن ما تحطش فانا مش هحط صراحة نقول مقادير تاني عشان انا دخلت المقدارين في بعض يعني دخلت الحشوة مع الايه؟ مع التارت فحقول المقادير تاني للعجينة التارت ربع معلقة صغيرة بيكينج باودر 3 كوبايات من الدقيق الابيض ربع كوباية من السكر الناعم بيضة نص كوباية من الزبدة في تارجة حرارة الغرفة رشة ملح للحرانكش للتقديم انساس وصحيح وعندنا للحشوة 450 جرام من الحرانكش 3 بضات 284 ملي من الكريمة 100 جرام من السكر وعندي معلقة صغيرة من الفانيليا واذا حبيته فيه رشة سكر بودرة للوش عشان تديني لون واحد هعمل العجينة زبدة بيض رشة البيكينج باودر سكر هضرب ده الأول مع بعضه بسم الله هوقف هنزل الدقيق طبعا العجينة التارت ما بتتعجنش يا دوبك تتلم علشان ما تطلعش نشفة هاخد في بولة تانية البيض السكر الفانيليا وهضرب المقدار ده كويس جدا ضربنا ده يا جماعة كويس قوي هنزل عليه الكريمة دي كريمة خفق كريمة حلويات اهي واضرب كويس قوي وبعدين اقوم جايبة عجينة التارت اللي انا شمعتها عشر دقايق في الفرن بعد ما اديتها التخريمات بتاعة الشوكة علشان ما تقبش معايا او عملت لها بلايند بيكينج اللي هو بنحط ال ورق الزبدة ونحط الحاجة بتاعة البوقوليات بتاعتنا هاقوم انا حط هنا الحرنكش وقوم منزل عليه الكاسترد اللي احنا عملنا ده وارجع تاني اردها في الفرن احنا حطينا هنا مقدار العجينة اول ما تلم معايا بدخلها التلاجة ساعة بردت بجيب القالب بتاع التارت بحط العجينة كويس جدا ارتفاع واحد بجيب الشوكة وخرمها ادخلها عشر دقايق الفرن اطلعها اسيبها تهدى في الوقت ده بكون بضرب الحشوة وبعدين احط الحشوة في العجينة اللي احنا شمعناها عشر دقايق في الفرن وحشيها بالحرنكش كنتو جايين تقبضوا علي او حاجة شعارة من البودة تقلق وبعدين احط شوية سكر بودرة على الوش عشان يديني الوش اللي هو الجراتان ده هدخلها الفرن تاني مدة قد ايه تلت ساعة لحد ما الكاسترد ده يستوي بعد كده هدخلها التلاجة علشان تمسك اعصابها علشان نقدر نقدمها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة